اشتركوا في القناة في الفيديو هنعرف ان شاء الله انها ايضا تدور حول الشمس وتدور الارض حول الشمس في مدار اهليليجي المدار هو المصارو الدائري او شبه الدائري الذي يسلكه الجسم المتحرك حول جسم اخر والشكل الاهليليجي شكل يشبه البيضة اي انه ليس دائريا تماما ممكن نقول عليه شكل بيضاوي وتستارق الارض في دورانها حول الشمس مدة 365 و25 من 100 يوما يعني السنة الميلادية الوحدة وتسمى هذه الدورة بدورة الارض السنوية طيب ايه هو محور الارض ده احنا عرفنا ان الارض تدور حول محورها وهذا المحور مائل محور الارض ليس رأسيا وانما يميل على الرأس بزاوية مقدارها 23.5 من 10 درجة ويبقى هذا الميل في الاتجاه نفسه خلال دوران الارض حول الشمس وده بيسبب سقوط اشعة الشمس على سطح الارض بزاوية مختلفة لذا فان نصفي الكرة الارضية الشمالي والجنوبي يستقبل كل منهما ضوء الشمس بكميات مختلفة على الدوام وده بيسبب ايه بقى حبيبي بيسبب حدوث الفصول الاربعة يبقى الفصول الاربعة لما يجيلي سؤال يقول لي ايه سببهم هقول له بسبب ميالان محور الارض بزاوية 23.5 درجة وبسبب دورانها حول الشمس يبقى هم دول اسباب حدوث الفصول الاربعة طيب ايه الفصول الاربعة احنا عندنا دلوقتي عندما يكون ميل نصف الكرة الشمالي نحو الشمس تزداد شدة الضوء والحرارة السقطة عليه فيصبح صيفا بينما يحل فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي وبعد ستة اشهر تقريبا يحدث العكس فيكون ميل نصف الكرة الجنوبي نحو الشمس ويحل فصل الصيف في الجنوب بينما يصبح الشمال او نصف الكرة الشمالي في فصل الشتاء ويبدأ فصل الصيف من 21 يونيو لحد 22 سبتمبر ثم بعد ذلك الخريف من 22 سبتمبر الى 21 ديسمبر ثم الشتاء يبدأ من 21 ديسمبر الى 20 مارس ثم الربيع من 20 مارس وحتى 21 يونيو وبكده عرفنا مع بعض اسباب حدوث فصول السنة الاربعة وايه هي فصول السنة الاربعة كده وصلنا الى نهاية الفيديو اشكركم كان معكم كبير معلمين محمد عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته